تكثف أجهزة الدولة المصرية من جهودها لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وتعمل مصر جاهدة على زيادة حجم المساعدات على الرغم من العراقيل الإسرائيلية إلى سكان القطاع حيث أرسلت أمس عبر منفذ كرم أبو سالم الحدودي أكثر من 217 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وطبية وإنسانية للشعب الفلسطيني في حين تنتظر آلاف الشاحنات أمام المعابر المصرية المختلفة في انتظار السماح بعبورها إلى قطاع غزة مشاهدين الكرام مشاهدي القاهرة الإغبارية نحن الآن أمام معبر كرم أبو سالم الحدودي حيث الجهود المبذولة من الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هذا الشعب الذي يعاني ويلات الحرب من العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر هذا العدوان الذي أصفر حتى الآن عما يزيد عن 32 ألف شهيد وما يزيد عن 75 ألف جريح هناك خطوات تتخذها الحكومة الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية لعرقلت وتقليل دخول تلك المساعدات من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني لكن الدولة المصرية مصرة على نفاذ وإدخال هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها أشد احتياج سواء على المستوى الأطعمة أو على مستوى الأدوية أو على مستوى الاحتياجات الأخرى هذه العراقيل تتمثل في قلة العامل البشري والعنصر البشري الذي يعمل هنا في معبر قرم أبو سالم إضافة إلى عمليات التدقيق الكثيرة والتي تأخذ كثيرا من الوقت دون الاحتياج إليها والتي تعطل بالفعل عمليات الدخول إضافة بالطبع إلى إرجاع وإعادة كثير من الشاحنات التي تحمل كثير من المساعدات لا سيما المساعدات الطبية والدوائية الدولة المصرية استطاعت اليوم حتى هذه اللحظة من إدخال 217 شاحنة تحمل ما بين أدوية وأغذية ومستلزمات إغاثة للشعب الفلسطيني سمح لهذه الشاحنات بالمرور من هنا من معبر قرم أبو سالم من خلال هذا المعبر حيث تتم عمليات التدقيق كما توضح الصورة الآن ومن ثم تبدأ عملية أخرى هي عملية السماح بدخول تلك المساعدات الدولة المصرية حريصة على استمرار تدفق تلك المساعدات إلى قطاع غزة بلغ إجمال نصيب الدولة المساهمة المصرية من إجمال مساعدات العالم ما يمكن أن يقدر بـ 87% من إجمال مساعدات العالم أرسلت الدولة المصرية ما يقدر بأكثر من 11 ألف طن من الأدوية وما يزيد عن 135 ألف طن من السلع الغذائية إلى جانب ما يزيد عن 123 سيارة إسعاف هناك سعي دؤوب من الدولة المصرية لاستمرار تدفق تلك المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة نستمر معكم في متابعة تدفق تلك المساعدات عبر معبر قرم أبو سالم على مدار الساعة ختاما أشكر لكم طيبة المتابعة في أمان الله